إبراهيم الصمدي يحقق حلم والدته مع مايكل سينكو فاشن شوب يخطف الأنفاس قدموا مايكل سينكو يوم الثلاثة ضمن دباي فاشن ويك وأكيد كان واضح الإنسبرياشن لمايكل خلف هالبيسز فشفنا ألوان مختلفة إن كان الأبيض الأسود الأحمر البربل وألوان البستل اللي كانت طاغية والمتالك كمان هذا إلى جانب اليونيك كاتس مع كل تصميم وختام العرض كان مميز فطل مايكل سينكو مع كل طاق عمله ومشي بهالطريقة على الرونوي مع السانجلاسيز اللي هو صار مثل تريد مارك لسينكو بس هايلايت الحفل كان إبراهيم الصمدي اللي تعرفنا عليه كماضل هالليلة وفاجأ كل الموجودين إبراهيم كان معك في المشاوة للمشاوة الأولى ماهو سوربسة، كيف حدث هذا؟ أنا أحب إبراهيم كثيراً ومشي بها وهذا هو مجرد من أجل أشخاصي في الظباي بلين لذا أنا مجدداً ومجدداً بأنه تتحقق على التقديم لذاً، لقد تتحققه؟ نعم، نعم كان قليلاً أشعر، لكنه مجدداً أخبرت لأمي أنني سأحقق حلم صغير لها ماذا رأي زوجتك بأنك اليوم كنت تحقق مدينة؟ بالصراحة شفت بعثتت لي في سنابتن هي في أبوظبي هي سنتمي دعاء العين قالت لي أقرأها ثلاث مرات عليك فحبيت لأنها تحقق لي من أبوظبي وهون انضمت أمه لإبراهيم ومن الواضح كانت مبسوطة بها المفاجأة أخبرني، هل تحقق بأن أبراهيم قمت بها لك؟ نعم، كان جميل جداً مرحباً وعدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا اللي بنحبهم حرصوا أنهم يتواجدوا قبل بكم يوم ضمن دباي فاشن ويك بالعرض الخاصة من ميسس كيبا لدعم مريم شفنا مهند الحطاب، لجين عضادة، دانا حراني وغيرهم كثير وكانوا مبهورين بكل اللي عم بيشوفوه فالكولكشن اللي قدمتها مريم هالمرة ما بتشبه اللي عودتنا عليه ببراند ميسس كيبا إن كان الألوان أو الأصات خاصة أنه بيجمع بين الكريتيفتي والإنوفيشن مع لمسة جنونية مريم أدي أخذتك وقت لتشتغلي هذه الكولكشن؟ وتعد هالمجموعة هي تعاونها مع سوثبيز وحرصت إنها تقدمها ضمن دباي فاشن ويك وخبرتنا عن السبب لقد رأيتها لماذا في دباي؟ كنت قمت بتشتغليقات في دباي ومع اتخافة اليوم مع سوثبيز مع سوثبيز لأنها تشتغلي قليل ما تشتغلي بعد تشتغليفة ومشتغلات تشتغليفة ومشتغلات تشتغليفة كيف تشتغليتك في دباي فاشن ويك المترجمات في نهاية دουбаي فشنوك ونحن نعمل على المترجمات لتشاهد نظام ونحن نتوقع لتشاهد نظام حيث نظام نغيبنا نظام نحن نكتابع لأننا لا نصبع نظام نفسنا